قال منظم منتدى دافوس إن ثلثي كبار الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص الذين شملهم استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقعون حدوث ركود عالمي في عام 2023 واعتبر حوالي 18% ممن شملهم الاستطلاع أن الركود العالمي محتمل للغاية بسبب النمو المنخفض والديون المرتفعة وبيئة التجزئة المرتفعة التي تقلل من حوافز الاستثمارات اللازمة للعودة إلى النمو ورفع مستويات المعيشة للفئات الأكثر ضعفا في العالم يأتي الاستطلاع بعد أن خفض البنك الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود في العديد من البلدان مع اشتدات تأثير رفع البلوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تنطلق اليوم فعاليات منتدى دافوس لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وذلك بعد عودة المنتدى الاقتصادي إلى مقر عقاده الشتوي بعدما تسبب وباء كورونا في إلغاء اجتماعات يناير عام 2021-2022 توافد عدد كبير من رجال الأعمال وقادة الحكومات على المنتجع السويسري الشهير لحضور المناقشات التي تستمر لخمسة أيها في ظل وضع سياسي واقتصادي هو الأكثر تعقيدا منذ عقود تلتق النخب السياسي والاقتصادية العالمية في منتجع دافوس بسويسرا سعيا لتخطي عقبات الحرب في أوكرانيا وتداعيات كورونا وأزمة الاختلال المناخية الدورة الثالثة والخمسون للمنتدى تعود إلى دافوس في الشتاء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعدما تسبب الوباء في إلغاء اجتماعات يناير عامي 2021-2022 ومع عودة الأمور إلى طبيعتها يجتمع أكثر من 2700 سياسي ومسؤول تنفيذي ومستثمر ومصرفي وأكاديمي في منتجع التزلج السويسري من خلال جلسات عدة تناقش موضوعات مثل التعاون وسط عالم مفكك اجتماعات هذا العام تتزامن مع تزايد المخاوف بشأن قضايا عديدة من بينها التضخم والرقود العالمي الذي يلوح في الأفق وسط ارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة وبينما سيكون غياب الوفد الروسي واضحاً فقد أشاد المنظمون بإقبال قياسي من حيث عدد المشاركين وتنوعهم مع توقعات بمشاركة صينية رفيعة المستوى ومن المنتظر حضور 52 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيراً للمالية وتسعة عشر محافظاً للبنوك المركزية وثلاثين وزيراً للتجارة وخمسة وثلاثين وزيراً للخارجية كما سيكون قادة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من بين تسعة وثلاثين من رؤساء الوكالات الدولية كذلك يحضر المنتدى نحو مئة ملياردير أغلبهم من الولايات المتحدة وفي حين تشير التوقعات لهيمنة الأزمة الروسية الأوكرانية على النقاشات السياسية يظهر في الخلفية الصراع الصيني الأمريكي وتأكيد تفوق كل دولة على الأخرى والتصادم حول قضايا مثل التجارة وأشباه المواصلات بدأت سفينة شحن في التحرك بعد جنوحها في مضيق البصفور حيث تسببت في تعطيل الملاحة لعدة ساعات وقالت هيئة خفر السواحل أن ثلاثة قاطرات كانت من بين السفن التي أرسلت لتقديم المساعدة للسفينة التي جنحت أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة التي تحمل 13 ألف طن من الحبوب جانحاً بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البصفور قال وزير الزراع الأوكرانية ميكولا سلوسكي قال أن جودة محصول الضرع في البلاد تدررت بسبب سوء الأحوال الجوية أضاف سلوسكي في مؤتمر صحفي أن الوضع أسوأ بكثير هذا العام لافتاً إلى أن أوكرانيا دخلت في موسم حصاد شتوي طويل بالإضافة لحدوث تقلبات كبيرة في درجات الحرارة هو ما يصعب الأمر على المزارعين في العمل انخفض سعر الرند الجنوب الأفريقي بعد أن ألغى الرئيس سيرير رامافوزا رحلة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لتعامل مع أزمة الطاقة في البلاد حيث تستمر أسوأ انقطاعات للكهرباء على الإطلاق في البلاد حدث انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا لأكثر من 200 يوم في عام 2022 وهو المعدل الأعلى من نوعه في عام واحد وشهدت جنوب أفريقيا أزمة انقطاع الكهرباء للمرة الأولى في عام 2008 لينتج عنها ركود اقتصادي فاقمته جائحة فيروس كورونا يشهد الاقتصاد العالمي موجة تضخم غير مسبوقة فاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيات جائحة كورونا في باكستان بات آلاف الحاويات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية والمعدات الطبية باتت عالقة في ميناء كاراتشي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة عملات خطيرة لا يزال العالم يأن شرقا وغربا من أسوأ موجات التضخم التي أحدثت ندوبا في الاقتصاد العالمي قبل فجر يوم الرابع والعشرين من فبراير من العام المنصرم كانت الآمال الاقتصادية في عنان السماء بعد قرب السيطرة على جائحة كورونا عالميا وبعد هذا اليوم أصاب الشظايا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جسد الاقتصاد المتعافي قبل أن تخترق الحصون الأوكرانية ليبدأ فصل جديد من المعاناة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في ميناء كاراتشي بباكستان باتت آلاف الحاويات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية عالقة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة عملة خطيرة وتضخم جامح ونمو بطيء كما فاقمت أزمة العملة الصعوبات التي يواجهها منتج النسيج الذي يمثل ستين بالمئة من الصدرات الباكستانية والذين عانوا من نقص الطاقة والأضرار التي لحقت بمحاصيل القطن أثناء الفيضانات وزيادة الضرائب مؤخرا وهذا الأسبوع انخفض احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني إلى أقل من ستة مليارات دولار وهو ما يكفي لسداد قيمة الواردات لمدة شهر واحد فقط كذلك تظهر البيانات تصارع تضخم أسعار المواد الغذائية في باكستان بنسبة 35.5% على أساس سنوية فيما ارتفع تكاليف النقل بنسبة 41.2% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 17.1% إلى ذلك تعلق إسلام أباد أمالها على الاتفاق مع صندوق النقل الدولي الذي يطالب بسحب الدعم المتبقي على المنتجات النفطية والقهرباء لتبقى تلك الدول الأسيوية التي يتجاوز عدد سكانها المائتي مليون نسمة بين خيارين كلاهما مر أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوع إذ يضغط ارتفاع الين على المصدرين فيما يراهن المستثمرون على أن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى تعديل سياساته التحفيزية هذا الأسبوع واختتم نيكي جلسة اليوم منخفضا بنسبة 1.4% وهو أقل مستوياته منذ الخامس من يناير الجاري كما أغلق المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا منخفضا بنسبة 88% فيما سجل الين أعلى مستوياته منذ مايو عند 127.2 أمام الدولار